الأداء بالنسبة لك تحديداً في الشوت الأول الزمالك عمل شوت يمكن من أحسن أشواط يمكن ليه من مواسم كتيرة ساعدوا في ده أنه الأهلي برضو لعب واحد من أهل أشواطه يمكن من فترة طويلة كنت متوقع الشكل ده في المباراة؟ لا مش بنفس الصورة خلينا صرحة يعني بالذات الشوت الأولاني تتكلم بتلاعب النادي الأهلي نادي كبير كون أنك أنت 47 دقيقة أو 48 دقيقة في الشوت الأولاني النادي الأهلي مفيش هجمة واحدة مرحش على المحمد أولي ما بحسبهاش هجمة يعني تخيل تخيل أنت شفت محمد عواد في الشوتة دي والشوتة اعتبر من مرة 18 ومن كارج القائمين كمان وتتكلم النادي الزمالك أحرز هدفين مضايع انفراضين كورت الوينش اللي هي بالهيدرز بتتكلم لا يعني استحواز استحواز مش سالبي خد بالك تفرق قوي بين الاستحواز السالبي والاستحواز اللي مش سالبي استحواز السالبي ده اللي هو آه مسكرة في نص الملعب عدد نقلات كتير لكن أنا ما بروحش على المرمى ما بروحش المرمى لأن ناتذ زمالك كان قافل بشكل كويس لكن أنت لما تتكلم على الشوت الأوليني بالنسبة لنادي الزمالك لا استحواز مع خلق فرص والفرص دي بالنسبة لي هي الانفراضين الهدفين كرة اللي بالهدرز دي مش هاعتبرها سهلة لأنها صعبة برضو مش إنها أنقذها بشكل كويس تمام فلا استحواز بشكل كبير جدا صح وده اللي خلى ناتذ زمالك بالصورة دي ايوة اولا يمكن أنا قلت قبلها أن ناتذ زمالك داخل معنويا مستريح شوية لكن ده مش معناه أن أنا قلت أن الزمالك هيبقى أفضل لأن الحالة طبعا بتفرق ساعة الملعب لأن احنا عارفين أهل والزمالك ما فيهاش توقعات وخارج التوقعات بما أن مثلا الزمالك الأول أو الأهل الأول ده ما بيفرقش خالص لأن دي بطولة لوحدها صح تمام ساعتها الحالة داخل الملعب في وقت المباراة هي دي اللي بتفرق مع الفرقتين لكن الزمالك أنا قلت ليه معنويا شوية أفضل لأن مستر فريرا عمل روتيشن كويس قوي ادى ثقة للعيبة بشكل كويس قوي يلعب بأي حد ما عندهوش مشكلة يغير مراكز ما عندهوش مشكلة مد الثقة للعيبة وخد بالك دي مهمة جدا أنت تدي ثقة للعيبة في الملعب حتى لو مستوى خمسين في المية فالثقة تديني سبعين في المية صح تمام فدي نقولتها مهمة جدا عشان كده أنا قلت الزمالك داخل معنويا أفضل سنة فدي فرقت معنات الزمالك الحاجة التانية مستر فريرا مد هدوء وثبات انفعالي داخل الملعب للعيبة بشكل كويس قوي وده كان واضح أولا النات الزمالك نازل من البداية مركز قوي واقف كويس تمام بيتحرك بشكل كويس فرق معا كمان الهدف اللي جابه في أول ست دقائق مزروض بالك الزمالك لما برضه بيحرز هدف ساعات كمان ايه تحس ان ايه لا بيقلق شوية طب الأهل يهب بيضغط ويجيب التعادل أو يهدد مرمى النات الزمالك ده ما حصلش قبل كده كان بيحصل لما النات الزمالك كان بيجيب هدف تحس ان هو ما بيكملش تمام وبيبقى ده فيه تراجع مش هقولك بيكمل الشوت لأ انت بتتكلم لأ هو أحرز هدف في الديئة ستة وفي نفس الوقت الاستحواز برضه بتاعه بالضبط السابط الانفعالي موجود الوقفة داخل الملعب كويسة عمل تنظيم داخل الملعب مستر فيدارة بشكل كويس اوه تحس ان هو بيحركهم عارف زي العرايس يعني حتى التحضير كويس التلوع بالهجمة كان بشكل كويس تخلاص بكورة بسرعة مش مستعجلين ليه أوقات معينة خد بالك بيضغط فيها داخل الملعب مش في كل حتة في الملعب يعني تحس مثلا ان مستر فيدارة معاود لعيبته او مشغل لعيبته ان هو يبدأ يضغط من بداية كوس الدايرة بتاعة نص ملعب النادل بيسيب له تلت الدفاع بتاعه ان هو ينقل مثلا نقلتين تلاتة واول ما بيوصل لمكان معين ناحية مثلا علي معلول بيبدأ يرحل بشكل كويس وقافل بشكل كويس طيب الحاجة التانية كمان المهمة ان هو حط كل خبراته في الشوت الاولاني بالتشكيل كمان يعني حتى الطريقة اللي لعب بها نادي الزمالك يعني هو عارف وبيعمل ايه يعني لما لعب بتلاتة عكس النادي الاهلي النادي لها اللي لعب بتلاتة لكن الزمالك قدر يلعب بتلاتة بشكل سليم صحيح يعني هو النهاردة ودي واجبات اولا هو شاف عبغني في موضش المحلة في حتة نص الملعب لها ماشي بشكل كويس تاكتيكيا خد بالك هو ممكن يكون مش حريف قوي مش ستايل قوي مش اللي هو يوصل السيست او كلام من ده المرمى لكن ليه دور في تعطيل الهجمة ليه دور في ملء المساحة بتاعت الدايرة واستخلاص الكرة بسرعة تمام فليه دور في الحتة دي فهو عمل ايه ايه ده الدور ده في مرش الاهلي لمحمد عبغني تمام وما خلهوش يبقى فيه زيادة بالنسبة ليه زيادة عددية وهو اللي مؤمن حتة نص الملعب وهو اللي ايه مثلا مدي حرية لنمار ومدي حرية الامام عشور خد بالك اللي هو المفروض برضو التلاتة بيلعبه في نص الملعب لكن بطريقة مختلفة عكس النادي الاهلي ايه زي ما بتلك التلاتة بيلعبه في لات فالتلاتة تحس انه حتى لما كان النادي الاهلي معك كورة التلاتة على خط واحد فما كانش بيعمل خطورة على نادي الزمالك صحيح كمان افشل اللي كان بيعمل مشكلة لنادي الزمالك اللي كان بيلعب في الحتة رقم عشرة وحتة رقم عشرة دي من النقطة المهمة جدا عشان كده ما تلاقيش لعيبة كتير رقم عشرة كويسة في مصر طبعا خد بالك لما نجي نتكلم على عبدالله السعيد كل مرة نقول لي مين يعود عبدالله السعيد لان الحتة دي بالنسبة لي انا كمدرب مهمة جدا لان انا بتكلم على حتة دي لانها منطقة تحس ان هي منطقة محرمة عارف انت لاتفندر يعرف يمسكه ولا مساك يعرف يمسكه لان هو بين الاتنين يا اما هترجع ناس معاه في نص الملعب وده بيفضي لك واحد يا اما بتخلي واحد من المساكين يروع عليه فده برضه بيخلي يفضي في ظهره عشان كده بقولك رقم عشرة ده مهم جدا فهو حتى افشة ناحية الليمين فكمان منع الخطورة فالطريقة اللي كان بيلعب بها النادى الاهلي تمام سهلت ممكن تكون نفس الطريقة اللي كان بيلعب بها نادى الزمارك لكن مايشتغلاش صح وإمكانيات اللاعبين اللي بatinعبوها في الآله غير إمكانيات اللاعبين بلعبوها في الزمارك يعني ما تلاقي مثلا زيزور على اليمين غير آفشة على اليمين آفشة الرجل علاقة معه لكن مايلعب على الجنيه لا مش بتكلم كمان على آفشة أنا اتكلمت على قفشن أنه هو بعد الخطورة عن ناتزة ما يكلاق أنا بتكلم كمان على الثلاثة اللي في قلب الملعب اللي هو ديانج والسولية وحمد فاتحي تحس أن الثلاثة زي ما قلت لك فلات على خط واحد مفيش حاجة اسمها ثلاثة في نص الملعب يبقى الثلاثة فندرات طالما اخترت أنك تلعب بتلاثة لازم تدي حرية لتنين وتثبت بالثالث وتجيب الباك العكسي يقف ساعة ما انت بتهاجب هو ده اللي عمله فريرا كان بيدي الحرية للمار وكنا بنلاقيه ساعات موجود في ناحية اليمين بيساعة زيزو وكان بيدي الحرية لإمام عشور بدليل إن إمام عشور كان بيوصل للتمنتاشر كتير اللي ما كنتش بتشوفه يعدي مين محمد عبغاني ليه هو ده اللي كان بيأمن المساحات وفي نفس الوقت لما كرة كانت بتتقطع احنا شفنا ارتداد منظم من ناتزة مالك ناتزة مالك حتى ارتداده ما كانش بالشكل ده لا ده هو محفز بشكل كويس يعني حتى لما كان كرة تتقطع من ناتزة مالك بص كنت بتلاقيني مار فين على طول جنب المسلوسي بص بنشرقي فين حس إن بنشرقي حط كل مجهوده في الماتش ده لإنه آخر ماتش ليه بيبطولة وماتش مهم فبيسيب حاجة لناتزة مالك حاجة كويس بنشرقي ما كناش بنشوفه بيوصل للتمنتاشر بتاعه لا ده كان بينزل للتمنتاشر بتاعه كان بيساعد بشكل كويس يعني تحس إن انت ناتزة مالك لما كان بيفتقد الكرة كان بيبقى فيه ارتداد كويس قوي كان بيبقى إيه بيلعب بخمسة أربعة واحد أربعة نازلين في نصف الملعب قفلين وخمسة في خط الضهر عشان الزيادة العدية وكان كمان بيضغط بشكل كويس في مساحات معينة فكان بيقطع كرة فما كانش بيبقى فيه خطورة على العواد وهو ده الليدة الأفضلية بشكل كبير لناتزة مالك بس كمان نادي الزمالك ما قدرش يستغل الحتة دي إن هو يزود عدد الأهداف ودي المشكلة خد بالك لو نادي الزمالك زود عدد الأهداف في الشوت الأولاني يعني لو الشوت لو ألاها مثلا طلع تلاتة أربعة كانت الدنيا اختلفت لا حتى لو نادي الأهلي حاب يرجع للمباراة تاني ما كانش هيرجع بنفس الشكل مش الشكل الأداء لأن نادي الأهلي لما استحوز استحوز استحوال سالبي خالص لأن ما فيش أي خطورة على عواد ما هو إلا الهدف وأنا بعتبره برضو الهدف إيه مش اللي هو مثلا انفراد اللي هو مثلا حاجة ملعوبة وانتو مش عارف إيه لا ده هي كورة بتتعمل عكسية واحد تلع جنب كويس اجتهادي من حسام من حسام حسن تمام عواد أقدر غلط فجات جون فالنتيجة تلعك كان في الآخر اثنين واحد لكن لو قدر يستغل الناس زمالك شوت لأولاني بالفرص اللي ضياحها أعتقد كان ممكن الدنيا تباع سالبي